من بين أفضل الوصفات على الإطلاق التي تعمل على رفع الخزان الحديد بشكل كبير وسريع جدا إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو انخفاض الحديد في الدم لديك مما يؤدي إلى فقر الدم أيضا لديه العديد من الأعراض كالتعب، الكسل، الوهن أو تحس بأنك فاشل لا تستطيع أن تعمل أي شيء أبدا طبعا الأكل يكون لديك قليل أو شهيتك الشبه من عدمة هناك العديد من أعراض نقص الحديد شهوب أو البشرة تكون باهتة أيضا تساقط الشعر الفضيع والرهيب جدا فهو يكون بسبب نقص الحديد طبعا بعد عمل التحليل تجد أن الحديد لديك منخفض جدا 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 فعليك برفع خزان الحديد في الدم لكي تعود إلى طبيعتك وتتخلص من جميع هذه الأعراض المزعجة فعلا إذن من بين الوصفات الأكثر نجاحا والتي تعطي كما قلت نتائج مضمونة وسريعة للغاية هو مشروب اليوم طبعا إذا أردتم أن أشارك معكم وصفات خاصة برفع مستوى الحديد في الدم فأتركوا لي هذا أسا في التعليقات وسوف أقدم لكم أسهل وأنجح الوصفات وأيضا المشروبات المفيدة جدا سواء للكبار أو للصغر إذن هنا سوف أحتاج إلى كوب من عصير البرتقال أو الليمون نحن نقول له ليمون المهم البرتقال وسوف أحتاج هنا إلى عشبتين إثنتين أولا الزعتري تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الزعتري وأيضا ملعقة صغيرة من المورينغا المورينغا لديها خصائص رهيبة جدا جدا في رفع مستوى الحديد في الجسم طبعا هذا المشروب مفيد أيضا لمرضى السكري مرضى الضغط يعني ليست لديها أي أعراض جانبية وكما قلت مفيدة جدا لرفع مستوى خزان الحديد في الجسم لدينا حتى أن هذا المشروب هو نافع بإذن الله للمرضيات يعني بعد الحمل طبعا المرأة تعاني من تساقط الشعر الحديد ينخفض لديها وهذه الوصفة لخوف منها فقط تحتوي على الزعتري المورينغا البرتقال فهو مفيد جدا لها ولا تخاف أبدا منه بل بالعكس هو مفيد ويعني يعتبر من الأنظمان الصحية التي يمكن اتباعها طبعا مع تناول الخضروات الكثيرة المليئة بالألياف وأيضا الفواكه المليئة بالحديد هذا المشروب رائع جدا كوبين في اليوم كوب صباحا وكوب قبل النوم سوف أخذ عصير البرتقال أقوم بطحن معه المورينغا وأيضا الزعتري وأقوم بتناوله بالصحة والعافية أيضا يمكن طحن الزعتري والمورينغا مع زيت الزيتون وأيضا الزيتون الأسود كما قلت لكم إذا أردتم أن أشارك معكم وصفات خاصة لرفع الحديد مستوى حديد في الجسم وأيضا إعطاء الجسم العديد من الفيتامينات المهمة جدا جدا والتي نجدها في المكملات الغدائية التي تكون ضهضة الثمن أو لا يستطيع الإنسان شراؤها فأيضا هي موجودة ومليون في المئة في الأعشاب موجودة جدا جدا كما أن المكملات الغدائية يأخذونها من الأعشاب المهم سوف أشارك معكم العديد من الوصفات الخلطات الأكلات التي تكون سهلة وكما نقول قد الجيب يعني رخيصة الثمن بأثمنة مناسبة للجميع بإذن الله وسوف يشفى الجميع أي سؤال أو استفسار أتركوا أسر في التعليقات سوف أجيبوا عنه في الحين سوف أقوم بطحن العصير جيدا جيدا وأشربوه بالصحة والهناء والعافية وأيضا بالصفاء طبعا اشتركوا في القناة